سيب نتكلم على نادية الزمالك والاستعداد للصفقات القادمة الزمالك بيستعد للصفقات بتاعة يناير وجزي جوميتس كان عنده طلب على لعيب معين ومحدد واتكلم مع إدارة نادية الزمالك وأرسل مسؤولي نادية الزمالك عرض مادي للإنجليزي أوفي جيريا مقابل التوقيع للقلعة البيضاء لمدة ست شهور اللعب كان جاء قبل كده وعمل مع الزمالك فترة معيشة بسيطة جدا وبعض الأشخاص أو بعض الأفراد داخل الجهاز أو داخل إدارة نادية الزمالك مقتنعوش بالنسبة كبيرة واللاعب كان عايزين يقعد أكتر يفترة معيشة أكتر واللاعب قال لا أنا يما هجد دي يما هستنى لا همشي فاللعيب رجع مرة تانية وجوميز قال أنا عايز اللاعب ومقتنع به جدا وهقدر أطلع منه إمكانيات كبيرة جدا منه منتظر أن يصل وفي إجراء القاهرة خلال الساعات المقبلة في حال الموافقة على العرض المادي المقدم من نادي الزمالك من أجل توقيع العقود في ست شهور ويكون في شكل رسمي يكون اللاعب عنده فترة إعداد ويكون في فترة كشف طبعا عشان يكون جاهز مع نادي الزمالك لعب ليه تاريخ كبير ولكن مالوش فترة معينة مميزة جزي جومز شايف أنه يبدأ يستغل اللاعب هنشوف وجهة نظر المدير الفني لسا مع الصفقات الجديدة داخل نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات قوية ومتقدمة مع نادي فاركو من أجل ضم لاعب الوسط محمود طبعا جهاد خلال فترة الانتقالات القادمة الشتوية في ينار المقبل دارة نادي الزمالك ترغب بشدة نادي تعاقد مع محمود جهاد بعدما وافق البرتغالي جزي جومز المدير الفني للفريق على ضمه لتدعيم خط الدفاع وخط الوسط الدفاعي خاصة أنه مقتنى بإمكانيات اللاعب بعدما كان على خارطة التعاقدات الصيفية الماضية ولم تكتمل الأمور